المترجم للقناة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء المرسلين مضوعنا الليلة عن سفينة نوح القرآن والتوراة يؤكداني أن رسول الله نوح عليه وآله الصلاة والسلام خرج من وسط إفريقيا إلى ترشيش الأرض المقدسة وبنا بها المسجد الأقصى نحن نرى أن الأفارقة تعرضوا لأكبر عذاب واستعباد منذ ظهور البشرية إلى الآن هذا الاستعباد دام منذ دخول الرومان إلى شمال أفريقيا نعم كل تلك السنين من سنة ألفين سنة من سنة 63 ميلادي حين دخول الرومان إلى شمال أفريقيا يتعرض الأفارقة إلى استعباد ديعة فيهم منهم السود في كل مكان في الأرض نعم واليوم نرى أن الأفارقة يأكلهم الحوت في البحار تصلب خياراتهم وتنهب أفريقيا كاملة نعم بينما يجوع أبناؤها ويأكلهم الحوت مشربين حتى أنهم في نبوءة في الإنجيل يسمونهم الهملة لكن الله تبارك وتعالى كما أنقذ بنو إسرائيل من استعبادهم في مصر سينقذ الأفارقة الذين استعبدهم العالم والأمتين شبيهتان وما أشبه الأمس باليوم ما أشبه تاريخ بنو إسرائيل في تاريخ الأفارقة نبين مكان انطلاق سفينة نوح وأين اتقرت القرآن أنزل منذ آه 17 قرن لم يقل العرب أن رسول الله نوح أرصد سفينته في الأرض المقدسة والقرآن ناطق بهذا الأمر كذلك التوراة لم يقل اليهود أن رسول الله نوح عليه وآله الصلاة والسلام أرصد سفينته في الأرض المقدسة لكنهم جعلوا لها جغرافية خاطئة أثبت الآن أنها خاطئة بكل الدلاء بحث كل العالم عن سفينة نوح رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام وأين استقرت لكن كلما وصلوا إلى شيء أبطله العلم الحديث وكذلك في أمر إبراهيم الخليل عليه وآله الصلاة والسلام الذي كذب تاريخ من شأه العلم الحديث لأن العالم اتبع ما توصل إليه اليهود الذين تركوا التوراة ورغم أنهم يعلمون أنهم تركوا التوراة إلا أنهم أخذوا منهم ما فسروا لهم كما فسروا لنا نحن البربر فسر لنا العرب الدين الإسلامي بغير وجهه الذي لد أنزله الله مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفار بأس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن دعنتم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وكيف يتمنوه لا يتمنوه أبدا ولو كانوا يؤمنون بالثوراة لما تركوا عبادة الله في الأرض المقدسة ولو كانوا يؤمنون بالله ما كانوا عبدوا غيره هنا نعلم أن كل أمة لم تؤمن بالمرسلين وبالكتب الأخرى هي أمة كافرة هي أمة لا تتبع دينيا هي أمة نقضت نفسها بنفسها ونقضت كتابها الذي يأمر بأن نؤمن بكل ما أنزل الله وبكل رسله نأنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرين هنا القرآن يبين أن التوراة آيات الله وأن فيها هدى ونور وأننا يجب أن نصدع بالحق ولا يهمنا في دين الذين كفروا الذين يريدوننا أن لا نؤمن بآيات الله بل بآياته ومن أعظم الهدى أن يهدي الله الهادي أو يهديك هاديا إلى الله للقائه والحج إليه والحج إلى قدسه التي يملأها بالغمام يوم الحج الأكبر ويكون الحجاج في مظلة تقيهم من الخرق وليس في عرفة بل في مظلة داود المشعر الحرام في القرآن الكثيف الأشجار الذي لا يمكن للشمس أن تصل إلى تطحة بل كل ما دونه ظلال من عند الله سبحانه وتعالى فأي مكان يختار المؤمن عن هذا المكان حينما تحج ويخبرك الله أنه قبل منك الحج وغفر لك فيريك البروق والرعد والسحاب في المسجد الأقصى فوقه بالذات يخلى المسجد الأقصى ويقف الناس عند الأعراف وليس عرفة وتحت الأعراف يوجد المسجد الأقصى حينها تظهر الرعود والبروق وإعلانا من الله أنه قبل حجكم وغفر لكم وهذا يراه الناس عيانا ومشاهدة وكل حج يحج إليه عباده هكذا يكون ذلك اليوم يوم الحج الأكبر كما أن القرآن لم يكن له دور في البحر عن تاريخ الأنبياء والمرسلين لأن قومه تركوه ربنا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رغم أن الله العظيم أكد أنه لم يفرد في القرآن من شاء تبع العرب اليهود أيضا وهم لديهم رسالة أكد الله أنها تفصل بين اليهود والمسيحيين إذ أن الله في القرآن أكد أن المسيحيين واليهود اختلفوا يعني خرجوا عن التوراة وخرجوا عن الإنجيل إذن جاء القرآن ليفصل بينهم ولهذا أكد الله العلي الأعز في القرآن أنه سيبدلهم بأمة أخرى تحمل رسالات الله جميعا التي فرط فيها أهلها اليهود فرطوا في التوراة وعلينا حملة المسيحيين فرطوا في الإنجيل وعلينا حملة العرب فرطوا في القرآن وعلينا حملة وبين الله العلي الأعز من هم هؤلاء القوم فقال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمية بيمكر فيها وما يمكرون الله بأنفسهم وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرم صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله فتنته يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يستعد في السماء كذلك يجعل الله الرجلس على الذين لا إيمان لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون دار السلام يعني أورشلين يعني الأرض المقدسة يعني أن العرب إذا جاءتهم لما أنزع الله عليهم القرآن قالوا لو لا أوتينا مثل ما أوتيه موسى فيكون لرسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام ويكون له تفوت ويكون له كل ذلك وآيات ينظرونها بآيونهم فقال لهم الله إن محل الدين ومحل الرسالة ومحل الآيات ليس محلكم بل إن محلها دار السلام أورشلين ترشيش القدس في التوراة وهذا المثل ما هو إلا مثل المشرق والمغرب قبلة المشرق وقبلة المغرب والمغرب قتله الجميع وآدوه والدارأ فيه رومان ويهود وعرب ومسيحيين حتى قتلوا كل شيء فيه أرضا وشعبا الأرض نزع منها قدسيتها والشعب نزع منه سراطة الدين الذي لا يملكه غيره على الأرض لأن أفريقيا هي أم الأرض وهي أم الأنبياء كل الأنبياء والمرسلين وهي أول مكان وجدت عليه الحياة وهذا كافيا لليهود والمسلمين ليعلموا أن أفريقيا هي الأرض المقدسة لأن الله بدأ الخلق الأرض والكون بأسره من الأرض المقدسة وليس أكبر من هذا قتلنا قتلونا نعم أنسونا حتى أنفسنا وتاريخنا وكل ما لدينا نزعوه مننا انتزاعا باحتلالهم لنا ولذلك ذكرت الآيات الصراط المستقيم ودار السلام وهما صراط المعراج ومدينة السلام وقد أكد الله أنه سيجعل لهم نورا والنور هو نور الله وهو علمه وعمره الذي ينزله رحمة للناس وما أرسل الله من نور إلا أرسله مع ناطق باسمه يهدي الناس إلى الله وإلى السبيل الموصل إليه إلى أرضه المقدسة وبذلك يخرج الناس من الظلمات من ظلمات الجهل وعبادة غير الله في أماكن أخرى إلى نور الله ولا ينقطع مدده في الأرض المقدسة أبدا التي بيّن الله مكانها في القرآن بحساب الكيلومتر وليس أكبر من هذا بيّن وتفصيله ولذلك قال عن أهل المغرب فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أرض نوح كل المرسلين الذين أرسلهم الله دعوا أقوامهم لعبادة الله تبارك وتعالى فلما ظهر رسول الله نوح دعا قومه للخروج إلى الأرض المقدسة إلى ترشيف من وسط أفريقيا فلما رفضوا ونداهم وأسر عليهم وأحب أن يخرجهم كما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه والذين أحب أن يخرجهم من الظلمات إلى النور وأن يصلهم إلى سراط العزيز الحميد الذي أسري به إليه نعم محمد رسول الله أحب شعبه وأحب أمة لكنهم أسروا على عبادة الجاهلية فثبتوا حاجة الجاهلية بعد قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ناقل ما كنا في أصحاب السائر وما أرسلنا من قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون سورة سبا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا لا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آبائكم يعني حج الجاهلية هم معناها حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا؟ لأنه أمرهم أن يخرجوا من عبادة الأصنام حول الكابة إلى عبادة الله في الأقصى وحول الأرض الذي بارك الله حوله يريد أن يصدكم عما كان يعبد آبائكم والعبادة هي الحج وقالوا ما هذا إلا إفك المفترى وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر المزين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذبا الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان لكي هنا يبين الله تبارك وتعالى أنهم رفضوا القروض وكما يبين أن كل أمة جاء نذير كفر قومه والنذير عكس الهادي إذ أن الهادي كتب الله لقومه الهدى بينما النذير كتب الله لقومه الضلال ولو كان كل رسول هاد ونذير لما قال العرب للعرب إنه ما أرسل إليهم من قبل محمد من نذير والنذير هو نوح وهود وصالح ومحمد وهو نذير ما أرسل إليهم قبل رسول الله محمد من نذير نعم وهو الذي أرسل إليهم إسماعيل من قبل وإسماعيل ليس نذير عليه وآله الصلاة والسلام والمؤكد أنهم استجابوا لدعوتهم لدعوة الله في الأرض المقدسة ولذلك نجد أصباط إسماعيل جميعا بقبائلهم في أفريقيا كلهم لا يوجد أبناء إسماعيل في الجزيرة العربية بل هم السود الأفارقة وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير كي لا يكذب عليكم يكذبون عليكم مرة أخرى ويقولون لكم إن سبع هي اليمن وأن الله أرسل قوم عاد وثمود وصالح إلى مكة أو الجزيرة العربية أو إلى السلام وقد أرسل الله إلى العرب نذيرا وهو رسول الله محمد وعلى آله عليه وعلى آله الصلاة والسلام وقال عن رسول الله نوح عليه وآله الصلاة والسلام نذير إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن نعبد الله واتقوه وأطيعون دعاهم للخروف إلى عبادة الله في أرسل ترسيس القدس لكنهم أبوا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرام وإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم والحج هو دعوة لتتبين من القرآن الذي فتسروه خطأ وإني كل ما دعوتهم استدعاهم إلى أين لعبادة الله للحج إليه ليغفر لهم جعلوا أصابعهم في أدانهم واستغشوا في يابهم وأسروا واستكبروا التكبارا كما فعل قوم محمد عليه وآله الصلاة والسلام تماما فرفضوا ترك الحج حول الكعبة ورفضوا الخروج فأول ما أعلن لهم أنه نذير ينذرهم العذاب لكنهم أسروا على ذلك فأخذهم الطفان وإلى عاد نفس دعوة نوح جاءت إلى قوم عاد وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأفلا تتقون دعاهم إلى هود إلى الخروج للأرض المقدسة ترشيش تونس فرفضوا قال الملأ الذين كفروا من قومهنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغهكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكر إذ جعلك خلفاء من بعدنا يعني قوم نوح وقوم عاد في نفس الأرض في أسريقيا في نفس الأرض هو نفس الأرض خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بستة فاذكر ألا الله لعلكم تجهون قالوا جئتنا لنعبد الله وحده أي لنحج إلى الله ونترك آلهتنا نسمى قاله العرب تماما هنا يتبين لنا أن قوم عاد وارث أرض نوح عليه وآله الصلاة والسلام معنى كلمة خليفة خلفاء خلائف من يخلف غيره ويقوم مقامه نقول استخلفه جعله يعقبه ويخلوه جعله مكانه ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم كما يبين الله في القرآن أن قوم شعيب ونوح وقوم هود وقوم نوت كلهم في منطقة واحدة وقريبين من بعضهم لقوله تبارك وتعالى يا قومي لا يجنمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد بحر لوط هو عم السديم وهو بحر سدوم وهذا في التوراة والبحيرة السدومية في يوسف يوس لم يرد لم يرد اسم البحر الميت في مؤلفاته الأبرياء أبدا لم يرد اسم البحر الميت الذي جعلوه بتفسير التوراة أو الإنجيل جعلوا البحر الميت وهو لم يرد أبدا في أي مكان إنما اخترع الاسم المؤلفون اليونانيون ويسمونه بحر لوط نعم معناها أن البحر الأحمر لا وجود له لا في الخروج ولا وجود له لا في قوم لوح ولا في قوم لوط ولا في الأرض المقدس البحر الميت اختراع جعله الذين ترجموا التوراة والإنجيل في مصر اليونانيين بحر الملح وهو شط الجريد وشط مليلغ في الجزائر وهم البحران الذين ذكروا في التوراة على أنهم البحر الشرقي والبحر الغربي صفر التكوين وعمق السديم كان فيه أبار حمر فهرب ملك سدوم وعمورة وسقط هناك والباقون هربوا إلى الجبل نحن نعلم أن الأبار الحمر هو الأحمر وهي مدينة في جنوب تونس اسمها بين مدنين 15 كيلو متر إلى شمال تطوين 30 كيلو متر إلى الجنوب المدينة محاطة بجبال الظاهر من الغرب والسهل الساحلي من الشرق هذه آية تقروا بدينكم وتقروا جغرافيتكم وتقروا تاريخكم الذي سلب منكم رغم أنوفكم أذلوكم وجعلوكم عبيدا وسلب منكم تاريخ وهذه آية مفصلة معتمديت بئر الأحمر إحدى معتمديات الجمهورية التونسية تابعة لولاة تطوين سفر يشوى ووقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت نبدا واحدا بعيدا جدا عن أدمة المدينة التي إلى جانب سرطان والمنحدرة إلى بحر العربة بحر الملح انقطعت تماما وعبر الشعب مقابل أريحة هذا الكلام يقال عن السرتان هي نسموها الآن سراورتان والتي يخرج منها نهر الأردن الذي يسمونه نهر الأردن وهو مجردان نهر الجريد الذي يأتي من الشمال تونس إلى جنوب تونس وهو نهر الجريد والآن موجود باسم واد لحتب واد النار في التوراة وسرتان سرتان هي سراورتان لحد الآن تحمل هذا الاسم وفيها آثار ويكون في ذلك اليوم أن مياه حية تخرج من الرشلين نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي هذا وعد من الله لترشيش أن تحت جبل الشعياء النبي وهذه آية أخرى ما يكفي إفريقيا من المياه تحته بحر من المياه وعدنا الله أنه سيخرج منها مجرى نهر نهر سيأتي من بين الصوفيتلا والجسرين ونهر الثاني سيأتي بين فريانا والجسرين النهر الثاني إلى الجزائر والنهر الأول إلى تونس إلى شط الجريد وهذه آية أخرى يمكن الاطلاع عليها بالآليات بالآلات المتوفرة الآن لدى الدولة أو لدى من يهمه الأمر ومما يؤكد أن البحر الشرقي الغربي في صحراء قولة والشمال أبعده عنكم وأطلده إلى عرض ناشفة ومغفرة مقدمة إلى البحر الشرقي وساقته إلى البحر الغربي فيصعد نتنه وتطلع زهمته لأنه قد تصلف في عمله وهذا يؤكد أن أورشليم شمال البحرين الشرقي والغربي شط الجريد وشط مليلغ وقال لي هذه المياه خارجة إلى الدائرة الشرقية وتنزل إلى العربة وتذهب إلى البحر إلى البحر هي خارجة فتشفي المياه عندما يخرج هذا نهر الكوتر في القرآن إن أعطيناك الكوتر ستخرج المياه من جبل الشعياء النبي فتمر على شط الجريد وشط مليلغ فتشفي تلك المياه فتصبح مياه حية وذلك هو الكوتر والحوض الذي قال عنه الحبيب محمد جدي رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام والعربة هي أربتة جبل عربتة أربتة في التوراة وعربتة أيضا في التوراة والعربة في التوراة هو أربتة وجبل عربتة معروف أنه جبل مقدس أربتة أو جبل سعير فهو مقدس في التوراة علما أن كلمة الأعراف التي خصص القرآن لها صورة تعني جبال الأطلس وهي شمال أفريقيا معنى كلمة الأعراف أعراف مفرد المؤنث عرفة ومنها اشتق اسم عرفة في القرآن اشتق اسم عرفة في مكة وفي القرآن عرفات وهو التل الخرام في الجبل الخرام المحاذي للهيكل المسجد الأقصى الحقيقي وتسمى التلة في الكتاب المقدس وإلى حد الآن اسمها التلة وعرف الجبل ونحوه أعلاه وعرف الجبل ونحوه أعلاه ويطلق على الصور أيضا في المعجم الوسيط الأعراف اسم صورة أو جبل في الجنة بين الجنة والنار سفينة نوح بالقرآن خرجت من بلاد أرض عاد ونوح من بلاد أرض عاد خرجت إلى ترشيش اجتازة البحر الأفريقي الذي كان يسمز على كل أفريقيا إلا قليلا منها ولذلك سمي شمال أفريقيا كله الجزاء ولما ركب نوح عليه وآله الصلاة والسلام سأله سأل الله أن ينزله في الأرض المقدسة فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجيانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين قل ربي أنزلني منزلا مباركا لا يوجد على الأرض منزلا مباركا غير الأرض التي بارك الله فيها للعالمين وهذا القرآن يؤكد أن السفينة نزلت في الأرض المبارك في زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية بين المشرق والمغرب وهي ترشيس في التوراة في التوراة لحد الآن تؤيي تقول أن الأرض المقدسة في ترشيس وليس فلسطين لأن فلسطين في التوراة أرض الأعداء كما بيّن الله العلي في القرآن أن الله هو من سيّر السفينة إليه كما فعل ذلك لسفن سليمان عليه الصلاة والسلام التي كان يسيّوها بالريح العاصف في السماء وقال اركبوا فيها بسم الله مرساة مجراها ومرساة إن ربي لغفور ورحيم ومن قوله قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من وحال بينهم الموج نعلم أن نوح عليه وآله السلاة والسلام كان يكون في منطقة جبلية وبالعودة إلى الأرض إلى أرض عاد نجدها في منطقة جبلية معروفة بحضار التصيم التصيم التي ذكرت في القرآن والتصيم هو اسمها جنوب الجزائر الحديد أفريقيا أرض نوح وجبال أرارات في أفريقيا وفي تاريخ البربر المسروح علميا كل الجبال التي تحمل اسم أرارات الذين يقولون لكم أن الأرارات في تركيا أو في لا أدري في أي مكان آخر يرد عليها العلم وهذا ما أوتي ما قالوا عنه الآن في البحث العلمي علما أن كل الجبال التي تحمل اسم أرارات ملفقة أطلقها اليهود اسم أرارات هو في الهجاء الهدري للمملكة التي كانت موجودة في الهضبة الأرمينية في القرنين التاسع والسادس قبل الملك ومع أن الجبع المعروف في اللغات الأوروبية باسم أرارات فإن أي من الشعوب الأصلية في المنطقة لم تطلق عليها هذا الاسم يعني الاسم اختلقوه هم فالاسم الأرميني التقليدي هو ماسيس ماسيس هو اسم أرارات الحقيقي الذي خلقوه وابتعلوه كذبا وزورا كي يبتعد الناس عن البحث في إفريقيا كي لا تظهر الأرض المقدسة لأن مشكلتهم إذا ظهرت الأرض المقدسة لن يحكموا في فلسطين لأن ادعاءهم في فلسطين هو ادعاء الأرض المقدسة وفي العصور القديمة كان الجبل معروف في اليونانية باسم نيفاروس بينما الاسم التركي للجبل منذ العصور الوسطى أغرطار أي الألم والحزن أما الاسم الفارس فهو كوه نوح أي الجبل نوح في حين أطلق عليه الأكراد اسم تجاج أي جبل نار وقد ارتبط جبل أرارات بقصة الفيضان منذ القرنين الحادي عشر والثاني عشر للميلادي الميلاديين في قرن الحادي عشر والثاني وأصبح السكان المحليين ينطقون مكان هبوط صفينة نوح منذ ذلك الحين كتب المؤرخ المستشق البروفيسور في جامعة الفارد فريدريك كورنيولينس كورنيبير أن الجبل كان مركز أساطير والتواقف الوثنية ولكن بحلول القرن الحادي عشر قام اللهوتيون الأرمن بتحديد موقع الجبل كمهضة في سفينة نوح هناك كذبة انتهت عليكم أن تفكروا في أرضكم وتستمعوا الحقيقة ويذكر الكتاب المقدس الجبل باسم جبال أرارات أرارات أو رارات سفر التكوين ثم ذكر الله نوح وكل الوحوش وكل البهام التي معه في الفلك وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أرارات وكانت المياه تنقص نقصا متواليا إلى الشهر العشر هنا يذكر جبال أرارات هنا هي جبال تدرارات ويقول أن رسول الله نوح بنى مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد مخرقات على المذبح هنا هذا تأكيد على أن رسول الله نوح أنزله في الأرض المقدسة وبنى المسجد الأقصى وهذا ما أكده القرآن في حذارة أيضا عندما قال ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين حذارة تدراءات أكاكوس هي حذارة ليبيا للأستاذ هي في كتاب للأستاذ زياد الخروفي وقد ذكر التفاصيل عن جبال أرارات التي هي تادرارات أكاكوس وبالرجوع إلى القرآن نتأكد أن السفينة أن سفينة نوح أرصت في قدس الله التي حدد مكانها بالمغرب في التوراة وكذلك التوراة وهذا إجماع على أن التوراة والقرآن أجمع على أن سفينة نوح أرصت في الأرض المقدسة وأنها نزلت في المغرب وليس في المشرق نعم التوراة تؤكد إلى الآن أن سفينة نوح أرصت في المغرب ومن المغرب انطلق الناس وتفرقت الأمم في أنحاء الأرض هنا إذا كان سفينة نوح أرصت في الأرض المقدسة وأرصت بالمغرب فهذا يعني أن الأرض المقدسة بالمغرب وقد ذكر القرآن قبلة المغرب قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى سراط المستقيم وحدث تقول التوراة في سفر التكويل وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك يعني أنهم ارتعلوا من المغرب إلى المشرق وأسماء أبناء نوح نجدها ترشيش ويافد وزيتان كل هذه الأسماء موجودة في شمال أفريقيا والبحر الشامي موجود في شمال الأفريقيا البحر الشامي يعني السامية حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي هو بحر الشامي يعني السامية هم الأفارقة والأوروبيين يعني من تونس إلى فرنسا هذا الحوض هو بحر السامية لا نقول نحن البربر قارتين أوروبا وأفريقيا إسبانيا بربرية فرنسا بربرية أفريقا كلها بربر يكاد شعب البربر أن يكون كل العالم لأنهم لأن البشرية أصلا خرجت من شمال أفريقيا ويعلم الأثار يؤكد لكم ذلك وتتأكدون دائما كلما تأتي ساعة يأتي تأكيد أن الأرض المقدسة وأن بداية الخلق بداية وجود البشرية في أفريقيا وبالضبط في مدينة السلوام الجسرين الآن والسلام عليكم أفريقيا أفريقيا